السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم والجزء رقم سبعة من الشبتر الثالث هنتكلم عن برضو حساب الأتوميك باكينج فاكتور للف سي سي أو الفيس سينتا دي كيوبك الفيس سينتا دي كيوبك زي ما احنا شايفينه قدامنا عندنا تمن زرات كل زرات محتلة ركن من أركان المكعب إلى جانب زرات في منتصف جسد قصدي عفوا زرات في منتصف وجه كل مكعب طب أنا عاوز أجيب الأتوميك باكينج فاكتور بفكرك به مرة تانية بيساوي عدد الزرات مضروف في حجم الزرات الوحدة مقسومة على حجم اليونت سيل طب تعالوا نجيب العدد الزرات في الفيس سي يونت سيل بتساوي ايه وانا عندي تمن زرات هم مضروبين في تمن لان كل واحدة بتشارك بتمن حتى باين التمن هو في الايه في اليونت سيل زائد ست زرات لان في كل وجهة عندي زرات لكن كل واحدة منهم بتساهم بنص فقط داخل اليونت سيل زي ما احنا شايفينها وبالتالي بعدد الزرات اجمالا في اليونت سيل بساوي اربعة يبقى عندي اربعة مضروبة في حجم الزر الوحدة اللي هي حجم كورة اللي هي اربعة على تلاتة بي ار تكايب مقسومة على ايه نوت تكايب اللي هي ايه نوت تكايب اللي هي تعتبر الايه نوت اللي تعتبر ايه طول دلع الايه طول دلع الايه المربع طيب عاوز اجيب علاقة بين الار والايه نوت هجيبي ازاي ابصة لاقي ان التكدس حاصل عند الوطر بتاع المربع زي ما انا شايف يبقى عندي ده عبارة عن طول دلال مربع ده اي نوت يبقى بنظرية في سغورتس يبقى ده عبارة عن اي نوت جزر اثنين يبقى عند اربعة على ار على جزر اثنين بتسوي اي نوت اروح شايل اي اي نوت وحط مكانها اربعة ار على جزر اثنين وصفي الحاجات اللي تختصر مع بعديها الارتاكيب مع الارتاكيب وهكذا فهي الديني نسبة الاشغال الزري للف سي سي 74% طبعا هنلاحظ حاجة مهمة جدا على رغم زيادة نسبة الاشغال الزري لكن تلاقي كل ما زاد نسبة الاشغال الزري كل ما زادت عدد الفراغات يعني تلاقي عدد الفراغات وحجم الفراغات صغير في الف سي سي لكن تلاقي البي سي سي عدد الفراغات بتاعه اقل شوية من الاف سي سي وحجم الفراغ كبير. فتلاقي حجم الفراغ أكبر ما يمكن فيه السيمبل كيوب